السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الخميس 28 أيلول سبتمبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الحوت لآخر يوم في عنا خلو مسار ورح يستمر القمر وجوده في برج الحوت لغاية الساعة 12 و17 دقيقة بعد منتصف الليل يوم الجمعة القمر الآن موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 5 و42 دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح طبعا القمر لما يكون موجود في برج الحوت حكينا وتأثيراته على جميع الأبراج أنه تلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن في هذا الوقت ومنشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين ومنشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ بعض القرارات والبعض ممكن يتهرب من المسؤولية أو من المواجهة والالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين في حياتهم العاطفية أو اللي فيه نوع من أنواع الفشل أو المشاكل العاطفية هنا بيديروا ظهرهم هيك وبيضرفوا الدمع وبيتهربوا من المواجهة أو من حل بعض المشاكل بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب المرض أو تهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت ممكن أن بعض الأشخاص يبدأوا في علاقة جديدة برضو هاي الفترة ممتازة للتأمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى شراء كاميرا ومعدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية طبعا الساعة 6 و 18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ذروتها بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هاي الزاوية بتخلي الجو مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين من زيادة احتمال تعرض البعض للحوادث لا ما منحسن التحكم في أفكارنا ولا بكلامنا ولا بذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية طبعا ذروتها الساعة 12 و 35 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها بتمنحنا أفكار فريدي ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزي والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشي غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا باتجاه إيجابي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية طبعا الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصبه بيقوى الحدث عليه فإنه أكثر الأشخاص اللي رح يستفيدوا من هاي الزاوية هم الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجالات الفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا رومانسيتنا بتمنحنا كفاءات للعمل المسرحي والروحاني أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية طبعا رح تكون ذروتها الساعة ثمانية وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ ساعة ثمانية وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الخميس ورح يستمر لغاية الساعة اثناش وسبعة عشر دقيقة بعد منتصف ليل الجمعة لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل هذا بيعني أن هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا اللي هو أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندورفين اللي هو الهرمون المسكن للألام عشان هيك بنشعر بالألام أكثر من الأيام العادية وهرمون الميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم عشان هيك بيصير فيه نوع من أنواع الأرق والأحلام والكوابيس بهاي الفترة طبعا خلال هذا اليوم لا يوصى بجراء العمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية لجميع أعضاء الجسم وخاصة الأعضاء اللي ذكرناها يعني الأعضاء اللي ذكرناها هاي ما ينعمل لها عمليات جراحية نهائيا إلا إذا كانت اضطرارية ولكن باقي أعضاء الجسم يفضل عدم إجراء العمليات الجراحية ولكن إذا كانت اضطرارية ابتنعم لها لأنه لآن إحنا في مراحل اكتمال القمر يعني سيولي في الدم وفرص كبيرة لأنه يصير في نزيف أو زيادة سوائل أو أشياء من هذا القبيل في الجسم مناسبة طبعا بالنسبة لعمليات التجميل ما بنصح فيها كثير برضو خصوصا العمليات اللي فيها جراحة أما عمليات تنظيف البشرة أو عمليات اللي إلها علاقة بالحقن أو الأمور هاي ما فيها أي مشكلة بالنسبة لإزالة الشعر الزائد ما بنصح فيه عن طريق الليزر وأيضا يعني يصلح لقص الشعر التجميلي الصبغ الحنة ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر طبعا اليوم هو مكتمل بدرا عمره 14 يوم في تمام الساعة 3 و 6 دقائق عصرا بصير 15 يوم نسبة الإضاءة 100% يعني اليوم من ساعات المساء بصير 100% وبيستمر حتى اليوم الغد بظل بنفس النسبة 100% فمكتمل على يومين أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 23 تسعة منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات الصباح أو تقريبا عند العصر هي بصير منتحس يعني بتبلش هي من ساعات الصباح ينتحس شوية شوية تزيد الانتحاسة ولكن عند ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 40% القمر في الحوت حتى يوم 29 تسعة منتحس بنسبة 25% الآن في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 50% عطارت في العذراء حتى يوم 15 سعيد بنسبة 45% الزهرة في الأسد حتى يوم 19 سعيد بنسبة 25% الآن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 25% في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 50% المريخ في الميزان حتى يوم 12-10 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجح حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 14-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 16-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجح حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً زي يوم أمس القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لآخر يوم فعشان هيك بتشعروا أن التعب يسيطر عليكم بتشعروا باعراض غير اعتيادية لازم يتوجهوا للفحص العلاجي أو اخذ الاحتياطات اللازمة حاولوا أن تأخذوا قسط كافي من الراحة بتحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة ممكن في بعض الأوقات ولكن بجد أنا أنه في نوع من أنواع الضغط الكبير اليوم موجود على موليد برج الحمل فحاولوا قدر الإمكان أنه ما تصدروا أي قرار أو أي أمر ضروري خلال هذا اليوم حاولوا أنه تستغلوا هذا اليوم للتخلص من عدات سيئة أو أشياء كانت من أرقيتكم أو نهاية بعض العلاقات أنه اللي بدوا ينهي علاقة ينهيها اليوم لأنه بكون الأمر لصالحها أكثر ولكن زي ما حكينا تنتبهوا لأمورك الصحية وانتبهوا لأعمالكم حاولوا تعملوا بشكل روتيني بدون ما تبادروا بعمل جديد لغاية الغد بصير الأجواء أحسن وأفضل بالنسبة لألكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر الآن موجود واستقر في بيت العلاقات الاجتماعية بيت الأصدقاء الأجواء جيدة ولكن حاولوا اليوم تستغلوا لإنجاز كل الأعمال الضرورية والمهمة لأنه ابتداء من بكرة القمر رح يكون موجود في بيت المتاعب فعشان هيك اليوم بإمكانك أنك تستعين ببعض المعارف أو الأصدقاء لمساعدتك في أمر ما أو لإتمام بعض الأمور المهمة في بعض أشخاص من موليد برج الثور ممكن يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو ممكن يشاركه في مناسبة سعيدة علاقتك بصداقتك ومعارفك بتكون جيدة بسودها نوع من أنواع التقدير والثقة المتبادلة فعشان هيك اليوم حاول تستغل علاقاتك لإتمام الكثير من المشاكل ممكن تتحسس من تصرف أحد الأصدقاء أو أحد المعارف أهم شيء أنه ما تكبر الأمور بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا ما زال الخمر موجود في بيت السمعة في البيت العاشر صحيح أنه هو بعزز العلاقة مع المسؤولين وبإمكانك أنك أنت تركز على عملك أو أنك تبدأ مثلا بتقديم طلبات عمل أو مقابلات أو نوع من أنواع التواصل جيد ما بينك وبين المسؤولين عنك في مكان العمل طبعا هذا اليوم مناسب زي ما حكينا للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يدخلوا نوع من أنواع التعديل وتعزيز العلاقات بتحظوا بالشعبية بتكون أعمالك شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة ولكنها إجمالا يعتبر فيها كثير من الإيجابيات لصالحك خصوصا إذا كنت أنت متمم عملك على أكمل وجه ممكن تحقق نجاح شخصي خلال هذا اليوم ولكن زي ما حكينا بيت السمعة ما في داعي للمجازفات والمغامرات ومخالفة القوانين برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم القمر صار موجود أو مستقر زي يوم عمس في البيت التاسع أكثر فأكثر فبعطي حضوظ ممتازة جدا على مستوى السفار البعيد والاتصالات البعيدة أو ما بدك تسافر ممكن أوراق لها علاقة بخارج البلاد أو طلب فيزا طلب إكمال بعض الإجراءات لها علاقة بمراجعة الدوائر الحكومية سفر اتصالات امتحانات مقابلات حوارات نقاشات حتى أنه بتشعروا بقوة العاطفة تجاه أحبائكم والعكس أيضا ممتاز جدا للأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير في بعض الأحلام ممكن أنك اليوم تحطها على أرض الواقع وتحاول أنك تتممها بشكل كامل الأهم أنك تكونوا أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم القمر موجود في البيت الثامن زي يوم أمس فعشان هيك اليوم التركيز كله رح يكون على الأمور المالية المشتركة يعني المال اللي معك شريك فيه زوجك زوجتك بنك ضريبة تأمين هاي أموال مشتركة في طرف ثاني بشاركك في هذا المال فعشان هيك اليوم بتنشطوا في أعادة تنظيم أموركم المالية وبرضو بيفتح لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من شراكة أو تعويض ولكن بتكون ديروا بالك لأنه بالفترة هاي بتزيد النفقات بشكل كبير وخصوصا النفقات اللي إلها علاقة يا إما بالمحتالين يا مطالبات مالية يا أمور إلها علاقة بأعطال أو أحداث منزلية بيزيد اهتمامك اليوم برضو بالأشياء الغامضة والأمور اللي إلها علاقة بالروحانيات أو الكتب الخيالية أو حتى ببعض الأسرار يعني حتى أسرار عند الناس أنت اليوم ممكن توصلك بعض المعلومات أو تطلع على بعض الأشياء أو تسعى لمعرفة بعض الأمور برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتتركز جهودكم اليوم حول تعزيز شراكاتكم ما زال القمر موجود مقابلكم تماما عشان هيك الشراكة هي شراكة المالية والعاطفية يعني ما بين الأزواج أو شركاءكم بالعمل الأجواء جيدة للتواصل لحل مسألة معينة إنها إشكال معين ولكن بظل الجو في نوع من أنواع الاستفزازية لأن طاقتك ضعيفة ما ممكن أي تصرف يعني يستفزك أو يثير فضولك طاقتك إجمالا حتى على المستوى الصحي بيصير فيه بعض التقلبات فيها فبدك تنتبه ما تجهر حالك كثير ما تعصب ما تدخل بخلافات أو نقاشات حاول إنك تتمم أعمالك بمساعدة بعض الأشخاص اللي شاركوك في إنجاز بعض الأعمال أما لحالك يعني بيكون فيه نوع من أنواع الصعوبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر استقر في البيت السادس زي يوم أمس معناته التركيز برضو متمم ليوم أمس العمل والصحة ولكن زي ما حكينا بندك تركز بشكل جيد لأنه ببدأ العمل بالتراكم لديكم إذا شتت حالكم في أكثر من عمل في نفس الوقت حاول إنك تتمم الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما تنتقل للأعمال الأقل أهمية وبرضو بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك من بعض التقلبات ممكن يكون لك بعض المراجعات الطبية أو أدوية علاجات مختبرات أشياء من هذا القبيل ونظموا وجباتكم الغذائية وحاولوا أنك تأخذوا قصد كافي من الراحة طبعا من أهم النقاط اللي بحذر منها النزاعات مع زملائكم بالعمل لأن الفترة هاي بصير فيها نوع من أنماع الاستفزازية فممكن يصير فيه سوء تفاهم مع زملائكم حاول إنك تتمم أعمالك وانتبه لصحتك وحاول برضو إنك يعني هيك تطبق أعمالك الروتينية أو المنزلية بدون ما تهم الموضوع برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتجتازه بصورة عامة فترة إيجابية لأن القمر في البيت الخامس فبيعزز العواطف عندكم الحس الفني والترفيهي وبتشعر بقوة الحظ عاطفيا وماليا فترة منتازة جدا لإدخال تحسين على المظهر أو شراء بعض الأمور الترفيهية أو الفنية أو الأمور اللي إلها علاقة حتى بكتاب رواي أشياء من هذا القبيل وبوسعكم شراء برضو الأشياء اللي إلها علاقة بالدكورات الداخلية للمنازل هذه فترة فيها حظ وفيها أفراح داخلية عائلية أو بتقوى علاقاتك العاطفية بشكل جيد أو ممكن تعزز علاقتك مع أبنائك في هذه الفترة يعني في نوع من أنواع البهجة والإنشراح وقليل من الحظوظة بتدعمك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم مثل ما ذكرنا يوم أمس أنه القمر صار موجود في البيت الرابع اللي له علاقة بالبيت والعائلة والاهتمامات العائلية أو المنزلية زي استئجهار بيت أو بيع عقار معين أو إدخال بعض التعديلات على مسكنكم الاهتمام بأمور إلها علاقة بالحديقة أو المسائل العائلية فيه نوع من أنواع التفاهم اليوم أو التواصل العائلي الكبير ممكن يكون بسبب حدث أو صحة أحد أفراد العائلة أو مناسبة معينة وبرضو بتعرف حياتك العائلية نوع من أنواع الراحة شيئا ما أفضل من الأيام الماضية إلا أنه إذا بدأ فيه نقاش أو حوار حد جدا حاول قدر الإمكان أنك ما تنفعل عشان ما تكبر الأمور برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم زي ما ذكرنا يوم أمس إن القمر موجود في البيت الثالث ولكن اليوم بقوة أكثر لأنه اليوم رح يعزز الاتصالات والتنقلات بشكل كبير اليوم ما رح تهدأ من كثرة الاتصالات والحوارات والنقاشات والتنقلات أيضا وفي أشخاص منكم ممكن يعني تنقلاته ما بين المحافظات أو ما بين المدن تكون بشكل كبير ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة داخل المدن خوفا من الخالفي أو من بعض الأمور المفاجئة علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة بتستفيد من علاقاتك مع محيطك حتى على المستوى العاطفي مع الإخوي مع الجيران قدرة على الإقناع عالي جدا للأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التسويق وبرضو فيه اهتمام كبير بأمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات زي أجهزة إلكترونية مثلا أو حتى السيارات تصيصياني أو بيع أو شراء برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم التركيز برضو على الأمور المالية فاليوم بيفتح لكم مجال لبعض المكاسب المالية اللي أغلبها بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أو مطالبة بالحقوق حاول قدر الإمكان أنه برضو بالفترة هاي أنه تدير بالك من النفقات المتصاعدة ومن بعض الأشخاص المحتالين أو النصابين اللي ممكن يغرروا فيك ويهموك بعمل مهم وأنه النجاح واضح وأنه رح تستفيد والمكسب مضمون وبعدين بتلاقي الأمور كلها إجت عكس المتوقع فيه نوع من أنواع اليوم أنك بتعرف سهولة في إتمام بعض الأعمال اليومية ولكن زي ما حكينا انتبه على أموالك لأنه فيه مصاريف موجودة أو مطالبات مالية أو بأرقك بعض المسائل اللي لها علاقة بالفوتير والدفعات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ثقاتكم بأنفسكم كبيرة واليوم القمر استقر بشكل كامل يعني رح يكون فيه طاقة عالية جدا اليوم حتى رح تكون ملفت للانتباه لأطراف من الجنس الآخر ممكن تقارب عاطفي رغبتك بالتقارب من الأحبة القمر موجود عندك يعني نشاط وحيوية وطاقة عالية جدا عندك ثقة كبيرة بنفسك وبما تفعل أيضا بوسعكم اليوم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم وممكن تقضي فترة ممتازة ملال أيام القادمة كمان فيها نوع من أنواع الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي وحل المستوى الصحي أيضا فعشان هيك يحاول أنك تستفيد من هاي الطاقة اللي موجودة اليوم وتحاول تتمم الأعمال المهمة والضرورية في حياتك هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء